تمثال الحرية هو رمز للحرية والديمقراطية والعلاقة الأمريكية الفرنسية ويعتبر أحد أشهر المعالم السياحية في العالم يقع تمثال الحرية على جزيرة بأدان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يجذب الملايين من الزوار سنويا تم بناء تمثال الحرية كهدية من فرنسا للولايات المتحدة في عام 1886 صمم التمثال بواسطة النحات الفرنسي أوغيس بارتولدي وتم تصنيعه في فرنسا قبل نقله إلى الولايات المتحدة يتميز التمثال بارتفاعه الهائلي حيث يصل إلى حوالي 93 متراً بما في ذلك قاعدته يصور تمثال الحرية امرأة تقف بكرامة وترتدي ثوباً يشبه الرومان وتحمل في يدها اليمنى مصباحاً مضيئاً وفي يدها اليسرى تحمل لوحة مكتوب فيها تاريخ استقلال الولايات المتحدة في حين يرمز المصباح إلى الحرية والمعرفة كما توجد توجهات إضافية توضح الأهمية التاريخية للتمثال ودوره في رموز الحرية والتقدم التمثال مرتفع على قاعدة من الحجر الجيري وتتواجد نصوص من الدستور الأمريكي وتواريخ همة محفورة على القاعدة يمكن للزوار الوصول إلى التمثال عن طريق السعود عبر الدرج الحلزوني الموجود داخل الهيكل الداخلي للتمثال حيث يمكنهم الوصول إلى منصة المشاهدة في الرأس تمثال الحرية ليس مجرد معلم سياحي بل يحمل أيضاً رمزية سياسية وتاريخية كبيرة يرمز إلى العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة وفرنسا وتأكيد القيم والمبادئ الديمقراطية التي تجمع البلدين